أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسانت محمد سندان ساندم سرب كبير من السيرينات تكون مما يقارب الثلاثين ألف سيرينة يخرج للتو من طيار متوسط حملهم من البحر الأبيض لحدود البحر الأسود الشمالية ساندم لبعض قائدات التي عينتهم معها وهي تشير شرقا هناك طيار قصير بالقرب منه لكنه قوي جدا وسيرمي بنا مباشرة عند حدود مملكة الغرانيق لكنه قد يكون خطيرا لأن قروش تستخدمه دوما للتنقل من وإلى مملكتها لا يهمي يا قائدة أي عدد من قروش يعترد طريقنا يمكننا التخلص منه بسهولة قالت ساندم بسهولة نعم لكن بدون خسائر في الأرواح لا أعتقد أريد أن نصل بكامل الجيش لمملكة الغرانيق ولا أريد أن نخوض أي صدام قبلها حتى وإن كان مع سرب بسيط من القروش ماذا تقترحين إذن؟ نحن رهن إشاراتك ساندم مشيرة للغرب هناك طيار آخر أبطأ منه وسنستغرق مدة أطول للوصول لو ركبناه لكنه أكثر أمانا وجهوا السرب بالتحرك نحوه أمرك وصلت سرب السيرينات بقيادة ساندم للبحر الأسود بعد عدة ساعات ولم يتوقفن عند العوم بل زادن من وطيرته بأمر مباشر منها للتوجه نحو جبل قزام ومهاجمة على الفور وقتل أي غرنيق يعتارد طريقهم الهدف كان واضحا قتل ملكتهم وجلب رأسها لها وتصفيت البقية مع تقدم السيرينات المتحمسة لاحظنا أنه لا يوجد أحد بالخارج ليصد هجومهم فظننا أن الغرانيق متحصنة داخل الجبل لكن وحتى بعد دخولهم لوسطه وانتشارهم في كل زوايا وجحوره لم يجدن شيئا عامت ساند امتجاه العرش وجلست فوقه محدثة مجموعة كبيرة من السيرينات التي دخلنا معها أين الجميع؟ أين ذهبوا يا تورا؟ ربما لم يعودوا لمملكتهم بعد خساراتهم ساندم متفكرة وإلى أين سيذهبون؟ لا ملجأ لهم إلا هنا أمر محير بالفعل ما هي الأوامر الآن؟ قالت ساندم اخرجي ووجهي الجيش بالبحث حول المملكة أكثر وسنبقى هنا بانتظارهم أمرك بقيت قائدة الجيش ساندم مع ألفين سيرينا فقط في التجويف الكبير حيث كان عرش ملكة الغرانيق لأن هذا هو العدد الذي اتسع له المكان وأمرتهم كذلك بعدم البقاء حولها بل بالانتشار والبحث مجددا بشكل أدق في جحور وثغور الجبل عن أي دليل قد يقودهم لمكان الغرانيق أو محل بهم بعدما تفرقت مجموعة للبحث بقى مع ساندم خمسمائة سيرينا ينتظران نتيجة تفتيشهم وبحث الجيش في الخارج وبينما هن على هذه الحال اهتزت أركان المكان ففزعت الموجودات في القاعة وقالت أحدهم هل عادوا؟ دخلت القاعة مجموعة من الثعابين الضخمة وانتشرت في المكان محاصرة السيرينات التي ارتعبن من أشكالهم وزمجرتهم لكن ساندم ثبتت وصرخت فيهم قائلة ابقى يرن مكانك ولا تتحرك دخل بعد تلك المجموعة ثلاث ثعابين أكبر منهم يمططئ أحدها حوري بذيل وشعر أسود يعوم خلفه ضرفيل وبقي عائمين في الأعلى يجولان بأنظرهما في المكان بصمت ساندم سارخة في الحوري الذي لم تستطع تحديد ملامحه من أنت؟ كوفان متجهلا ساندم مخاطبا موج أين الغرانيق؟ موجب حثا بنظره لا أعرف لا يوجد سوى مجموعة من السيرينات ساندم بغضب عصبية ألا تسمعني أسألك من أنت؟ كوفان مدير النظر إليها ببرود سمعتك أول مرة اخفضي صوتك من أنت؟ همت ساندم بتوجيه إهانة لكوفان لكنها انتبهت للثعابين الضخمة المزمجرة المصاحبة له والمتأهبة للهجوم واستشعرت خطرها وقدرتها على الفتك بيهم فقالت بنبرة أقل حدة نحن لا نضمن لك أي عداء سوف نرحل بسلام لو تنحيت عن طريقنا كوفان بكبرياء ولا أنا أريد استضام معكم لكني لن أرحل قبل أن أعرف أين الغرانيق وبالذات ملكته قالت ساندم نحن هنا للغرض ذاته إذن هل أتيتنا أيضا لقتلها؟ ساندم محركة ذيلها عائمة للأعلى مقتربة أكثر من كوفان الممتطي للثعبان الأزرق الكبير نعم وقتل كل غرنيق نواجهه في طريقنا لكن وكما ترى لم نجد أي منهم قبل أن تصل السيرين له متى الثعبان الأخضر رأسه ووقف بينه وبينها مزمجرا محذرا إياها من الاقتراب أكثر كوفان باسما بغرور تكفي هذه المسافة إلا إذا كنت تريدين أن تكوني فريسته فهو لم يأكل منذ مدة ساندم بخوف واضح لا تكفيني هذه المسافة في تلك اللحظة تعرفت ساندم على كوفان وتذكرته عندما كان أسيرا لهم أسفل جزيرة يوكاي مع بلشون وقالت وهي رفع سبابتها اتجاهه بخليط من الدهشة والمفاجأ أنت ذلك الحور الذي أرسلناه مع أخته لا كوفان مقاطعا نعم أنا هل زمن طن أنني سأموت بعدما أرسلتموني أنا وأختي في تلك المهمة التعجيزية قالت ساندم وحاولت تبرير كنا واثقات من نجاحكما كوفان لا يهم ذلك الآن ما يهمني هو ملكة الغرانيق أين أجدها قالت ساندم نحن نواجه حيراتك نفسها كوفان وهو يجول بنظره في قاعة الخاوية بعبوس وما العمل الآن ساندم لدي اقتراح ما هو بما أن أهدافنا مشتركة فلما لا تعود معنا كوفان بالتساؤل متجهما أعود معكم أعود معكم إلى أين إلى مملكتنا حيث تقتل ملكة البحور السبع دايانكا وسيكون من دواعي سرورها التحالف معك ومعاونتك في مسعيك وليما تعاونني أنا لم أنسى طريقة معاملتها لي آخر مرة لننسى الماضي وكما أخبرتك نحن نملك الهدف نفسه فما قولك موج هامسا في أذن كوفان لا تثق بيهم هؤلاء سيرينات والغدر من شيمهم كوفان بصوت مسموع للدرفيل فقط أعرف لقد كان لي شرف تجربته من قبل ماذا تقترح إذن قال موج أن نرحل مثلما أتينا ونعود أدراجنا ونبحث عن من نريد وحدنا لسنا بحاجتهم كوفان يهز رأسه بالموافقة وأنا أتفق معك سيندم ما قولك هل نحن متفقون لا ليس لي حاجة بالتحالف معكم أو مع ملكتكم الحمقاء سوف أبحث عنهم بنفسي جزت سيندم على أسنانها جراء إهانة كوفان لملكتها لكنها لم تجرع على التفوه أو القيام بشيء لأن الغلبة في ذلك الظرف لن تكون لها فجيشها غائب والسيرينات المنتشرات وسط الجبل لم يعودن بعد وحتى إن عدن فلن تكون أعدادهم كافية لقضاء على تلك الثعابين ففضلت الصمت بسبب التزايحهم في المكان ارتطم ذيل إحدى السيرينات بأحدى الثعابين عن طريق الخطأ فما كان منه إلا أن فتح فمه وابتلعها على الفور ليضب الفزع والصراخ في المكان صراخ السيرينات كان مزعجا جدا ودفع الثعابين للدخول في نوبة من الافتراس والتمزيق ولم يتمكن كوفان من السيطرة عليها ولا هو من الأساس أمرها بالتوقف بل كان مستمتعا بما يشاهد ويراقبه ضحك موج يدن عائما من كوفان وهو يراقب ما يحدث برعب الثعابين في حالتها يا جان ألن تأمرهم بالتوقف؟ كوفان باسما بلا اقتراث لا دعهم يمرحوا قليلا بالرغم من الهلاك المحتوم الذي واجه السيرينات الخمسمائة في قاعة إلا أن سيندم لم تتخلى عنهم وتهرب وبقيت تقاتل بشجاعة في محاولة للذود عن إخوتها قدر الإمكان لكنهم تساقطنوا واحدة والأخرى وعندما حان دورها أن تلقي حتفها بين فكي أحد الثعابين بعد تمزق أجزاء كثيرة من جسدها من لسعاد ذيول الثعابين الخوطفة عادت الـ 1500 سيرينا التي انتشرنا سابقا في أركان الجبل ودخلنا ضفع واحدة واشتبكرنا مع الثعابين بوحشية وشراصة لم يؤثر ذلك الهجوم المباغت كثيرا على موازين القوة لكنه منح سيندم فرصة لمغافلة كوفان والثعابين الضخمة عند المدخل والخروج من الجبل بعد إسرار مجموعة من إخوتها عليها بالهرب وتركهن يقاومن وحدهن تمنعت سيندم في البداية بقوة إلا أنها في نهاية المطاف استجابت لهم لأن إنشغالهم بها وبحمايتها جهل تساقطهم أسرع بسبب ظهورهم المدارة للخطر القائم خرجت سيندم تصرخ قهرا من فواهة جبل قزام وتوقفت عندما دخله وأطلقت نداءا قويا على هيئة صيحة مضوية سمعتها من كان وسط الجبل كوفان مستديرا خلفه باستغراب ما هذا الصوت قال موج سرخة كوفان متبطبا على رأس الثعبان الأزرق مخاطبا ثعابينو التي انتهت تقريبا من القضاء على جميع السيرينات هيا هيا لنرحل من هنا خرج كوفان مع ثعابينو من فواهة جبل قزام ليرى أمامه سيندم المصابة بواجهها الدامي تحضق به بسخط شديد ومن خلفها سير بضخط يعوم حولها وفوقها وأسفل منها غطى بضخامته الأفق على مد بصره وأقالته هي تتنفس بثقل وبنبر جنونية لنرى مدى قوة ثعابينك الآن أيها الحوري قفر مهركة ضارية مشحونة بالغضب تنفجر عند جبل قزام سيرينات يتساقطن كالذباب للقاع سحابة كبيرة من الدماء تتسع وتتمدد أشلاء أطراف وذيول رؤوس بلا أجساد وليمة كبيرة لكائنات البحر الصغيرة يحدث شيء مفاجئ وغير متوقع الثعابين تتخاذل لسبب ما والسيرينات تتفوق تفقد الأفاعي أربعة من سربها شيء لم يكن متوقعا لكنه حدث تصاب السيرينات بنوبة من السعار يرتفع صوت غنائها المختلط بصراختها الجنونية يموت الخوف في صدورها عندما غابت عقولها صراخات الألم والغضب تتعالى يسقط ثعبان ثم آخر وآخر عشرة ثم عشرون شاركوا جثث السيرينات لقاع المظلم الثعابين الثلاثة الملونة والأكبر حجما تراقب وتزمجر وكأنها تطلب الإذن بالمشاركة يرفع الحوري المنباهر كفه بفم مفتوح مما يحدث أمامه معطيا للثعابين الملونة الإذن بالهجوم تنطرق بعد زمجرة قوية وتندفع بقوة وتشق السحابة الحمراء الضرفيل يهرب للوراء ليختبئ وسط الجبل سجال كر وفر جثث لا حصر لها هدوء ثم حسب أطل موج من فواهة الجبل بعدما مضى وقت لعدم سماعه صيحات السيرينات يلمح على بعض منه فوق الأرض الرملية الثعبان الأزرق وجسد الممزق والمليء بالجروح متكورا وكوفان يمسح على رأسه وما تبقى من الثعابين الأخرى بين مراقب وحائم حولهم من الأعلى عام الضرفيل نحو الحوري الذي بدى عليه الضيق والحزن موج هل انتهى كل شيء؟ كوفان سارحا بالثعبان الأزرق لقد أصيب إصابة بليه كيف؟ كيف هتمكنوا منه؟ كوفان رفع النظر لبقية الثعابين ليس هو فقط لقد قضى أكثر من عشرين ثعبان نحبهم ويبدو أنه سيلحق بإخواته عما قريب لا أعرف ماذا حل بيهم في منتصف المعركة كانت وكأنها لا تستطيع رؤيتهم وأصيبت بالعمى عندما تحولت تلك السيرينات فجأة لسرب من الكلاب المصعورة التي تنهج ومخالبها وأنيبها دفع واحدة غير آبها بالموت مات الخوف في قلوبها عندما فقدت عقولها ومات معها موظم ثعابين موج بتساؤل كلاب؟ ما معنى كلاب؟ كوفان منتبها لأجفان الثعبان الأزرق وهي ترتعش وتنخفض ببطء خلال مفارقة للحياة لم أتواقع ما حدث ولم أحسب حسابه لكني أسقط الكثير منهن وهن من هربرنا في النهاية موج معنى ذلك أنك أنت من انتصر كوفان بدون حماس نعم لكنه نصر بلا طعم موج وهو مصدوم ماذا يحدث لوجهك؟ وضع كوفان كفه على خده وفمه وجبينه بتوتر قائلا ماذا؟ ماذا تعني؟ ظهر خط أزرق عريض مشاعك الوشف وغط جبين وأعين كوفان صاحبته ثلاث خطوط نحيلة مماثلة على ذقنه موج وجهك تغير كوفان وتوتره يزداد متحسسا ملامح وجهه بكلتا يديه عن ماذا تتحدث؟ لا أشعر بشيء موج متأملا جثة الثعبان الأزرق أعتقد أن روح الثعبان انتقلت إليك كوفان متذمرا تواقف عن هذا الجنون ليس لدي وقت لهذا كلام الفارق موج بقليل من الخشية والخوف منسخت كوفان عليه حسن لا تسرق بواجهه ماذا تريد أن نفعل الآن؟ كوفان موجه النظر لما طبق من الثعابين وهو منهج ما بدأنا القيام به الاستمرار في البحث عن تلك الغرنيقة التي قتلت أخي حتى نجدها ونقتص منه وأين سنبحث عنه؟ أي مملكة هي الأقرب لمملكة الغرنيق؟ قال موج لا أعرف ربما قروش نعم مملكة قروش وأين تقع هذه المملكة؟ قريبة من هنا باتجاه الغرب كوفان ملتفتا غربا هذه وجهتنا الجديدة إذن قال موج هل سنتحرك الآن؟ كوفان مرقيا النظر على الثعابين المرهقة لا لن أخاطر بمواجهة مبكرة بعد هذه المعركة التي استنزفتهم سننتظر هنا عدة أيام حتى تستعيد عفياتها ونرى مدى استعدتها وقتها قال موج اتركها هنا إذن ولندخل للجبل حرك كوفان ذيله تجاه الجبل فهم الثعبين الأحمر والأخضر باللحاق به لكنه أشار لهم بالبقاء مع الثعابين السبع الأخرى فأنزلت رؤوسها منصاع بعد تجاوز الحوري والضرفيل مدخل جبل قزام توجه ودخل لقاعة الكبرى وشهد جثث السيرينات الكثيرة الممزقة والمنتشرة بكل ركن في المكان فقال كوفان لا يمكن البقاء هنا موج ضاربا على ذيله الأسود بزعنفته الصغيرة تعال واتبعني لقد وجدت جحرا وسعا ومريحا أعتقد أنه كان مهجع الملكة كوفان متأملا القاعة الدموية حسنا هيا بنا بعد وصولهما للجحر والذي كان مخصصا لإقامة انفرتيت وجد أنه بالفعل مكان مناسب للمبيت حتى اليوم التالي جلس كوفان على الصخرة المنقوشة والتي توسطت المكان وأقال هل تصرعت بالصدام مع ذلك السرب موج لم أرى أنك ملكت خيارا آخر وقتها الثعابين هي من هاجمت نعم لكن كان بإمكاني إيقافها لا تلم نفسك ما حدث إن قضى وتم وأنا أثق بالقراراتك فلولاها لما كنت أنا موجودا اليوم كوفان بضيق صحيح لكني خسرت معظم ثعابيني ولم أجد تلك الغرنيقة بعد موج الدفع بخطماه ظهر كوفان في محاولة للرفع من عزيمته ستجدها حاول فقط ألا تدخل في أي صدمات غير ضرورية في المستقبل فمهما كانت قواتك لن تستطيع مواجهة كائنات البحور السبعة كلها كوفان ظافرا نفسا عميقا معك حق قال موج بالمناسبة ما اسم ابنة إمفرتيتة التي قلت بأنها قطرة أخاك لأني لا أذكر أن لملكة الغرنيق ابن قال كوفان اسمها لوج موج هو مصدوم محدثا نفسه لوج نعم غرنيقة خبيثة تتظاهر بأنها حورية لكنها غرنيقة بشعة تخفي أنيابها ومخالبها لتخضع ضحاياها قبل افتراسهم كما فعلت مع أخي طايصل موج بصوت مسموع لكوفان لا أصدق لوج كوفان ملتفتا نحوه نعم لوج هل تعرفها موج بارتباك شديد لا نعم لا كوفان بتجهم أصدقني قولي يا درفيل هل تعرفها موج منزلا رأسه متحشان النظر لأعين كوفان الثغبق الجميع يعرفون لوج الغرنيقة الشريرة لكني لا أعرفها شخصيا ولم أقابلها قط كوفان بنبرة مشككة في كلام الضرفيل أنا لا أذكر قصتها المجنونة التي رأتها لي مع تاقيمي بالكامل لكني أذكر تماما أنها قالت بأن صديقها كان ضرفيلا هل كنت أنت ذلك الضرفيل الذي قصدته موج بتوطر؟ موج بتوطر الضرفيل أصدقاء الجميع وليس غريبا أن ترى ضرفيلا مرافقا لكائن آخر فهذا شائع جدا قال كوفان أنتم مثل الكلاب في عالمنا إذن ما هي هذه الكلاب التي ترد ذكرها؟ كوفان معيد النظر أمامه لا شيء إنسى الأمر قال موج حسنا نسيته كوفان ماذا يمكنك أن تخبرني عنه؟ من؟ لوج؟ كوفان متهكما لكلاب بالطبع لوج قال موج بحزن لو كنت أعرفها بحق لأخبرتك لا أعرف أكثر مما يعرفه أي كائن آخر وهو أنها غرنيقة خبيثة مثل بقية الغرانيق لكنها اشتهرت بقتل الكثير كوفان ولما أنت حزين هكذا هل قطرت أحدا من معرفك من قبل؟ قال موج قطرت أشياء كثيرة وعلى رأسها ثقة الكائنات بها لا يهم المهم هو أنني اقتربت منها واقترب معي يوم هلاكها موج بدون حماس نعم صحيح الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 رؤوس الحربة الثلاثة في البحر الأبيض وخلال جلوس دانكا على عرشها خارج القصر في جبل الجير ومدعبتها لاختبوطها الأحمر الكبير لمحت في الأفق سربا صغيرا يعوم تجاههم فقالت لماشيم ونظرها على السرب هل تظنين أنها ساندم؟ ماشيم تشاركها النظر لخيال السرب الذي بات أقرب لا أظن يا مؤلاتي فسرب ساندم أكبر من ذلك بكثير دانكا وعينها تتسعين بعدما طيقنت من أن السرب يعود لسيرينتها بلى إنها ساندم لكن أين بقيت سيرينتها؟ بقية الملكة والسيرينات المحيطات بها يراقبن بصمت وهن مصدومات وصول ساندم المصابة وهبوطها أمامهن مع مجموعة بسيطة من سيرينتها التي رحلنا معهن وهن كذلك كنا يعنينا من جروح متفرقة ومتفاوتة في الدرجة والخطورة دانكا بنبرة مليئة بالقلق عندما استقرت السيرينات الزهرية أمامها وانحلت عند طرف زيرها ماذا حدث يا ساندم؟ أين بقيت السرب؟ هل خسرتنا المواجهة مع الغرانيق؟ ساندم ملتقط أنفاسها بوجه ناسف نحن لم نرغر نيقا واحدا في جبل قزيم دانكا رفع نظرها نحو مجموعة من السيرينات المصابات وأخوتهم يعالجنهن ويعتنين بجراحهن ماذا حدث إذن؟ تعرضنا لهجوم مباغت وغير متوقع من قبل من؟ رفعت سندم وشهة تجاه ملكتها والدم يسيل على وجهها من شج عميق في رأسها وقالت حوري الحوري الذي أصرناه سابقا مع أخطاها عند جزيرة يوكي وأرسلناهم لقتل سايدن دانكا وهي المصدومة كوفان؟ نعم هو بعينه هاجمنا مع مجموعة من الثعابين العملاقة ثعابين لم أرى مثلها في حياته من قبل وحوش دارية بحراشف قاسية تغطي أجسادها وعلى رؤوسها قرون طويلة أسقطنا معظمها لكن عندما تدخلت الثعابين الكبير الملونة لم نستطع الصمود أكثر وقررنا التراجع وكم بقى منكم؟ لا أعرف ربما خمس آلاف لم أقوى على البقاء أكثر والتضحية بيهم يكفي ما خسرناه لكني لم أستطع الرحيل دون أن أرد إيانته لكي وأكبته بعض الخسائر قد فقدت عقلي وقته أعتذر يا مولاتي نهضت الملكة من مكانها وعامت نحو مستشاراتها المصابة ونزلت عندها مسحة على رأسها وهي تقول لا تعتذري أو تبرري جنونك أبدا يا أختي فهذا دايد فصيلتنا ولن أطلب منك التغيير الآن خيرا فعلتي بالانسحاب تلك الثعابين التي وصفتها هي حراس المقابر سند مواشه تغطى معظمه بالدم حراس ماذا؟ المقابر قبور الحور الملكية وحوش يستخدمها الحور لحماية قبورهم وأماكنهم الخاصة والمقدسة لكن ما الذي أخرجها من مكانها؟ صدف من وراءهما هل يعني هذا أن قبور الحور الآن غير محروصة؟ داينكا وعينها تتسع نعم صحيح ماشيم قالت ماشيم بصوت حازم نعم يا مولاتي داينكا وهي تمسح على رأس سندم وحديثها لماشيم كم تبقى من جيشك بعدما أرسلت تلك المجموعة للبحث عن السيرين الذكر؟ قالت ماشيم عشرون ألفا يا مولاتي هذا كاف قضيهم إلى وادي المرجان في الحال أمرك لكن لأي غرض؟ كي نرد لهم إهانتهم وضربتهم الموجعة لسربنا بضربة أكثر وجعا انبشي القبور الحور كلها واخريجي جثث ملوكهم وأمرائهم وارميها في الطيرات واجمعنا جميع كنوزهم وعودنا بها إلى هنا مفهوم؟ حانت ماشيم رأسها ثم حركت زيلها الأخضر وانطرقت باتجاه سربها داينكا بنبرأ أميرة صدف أمرك يا مولاتي عندما تعود ماشيم انضمي إليها بكامل جيشك وتحركن على الفور نحو هدفنا التالي قالت صدف مملكة قروش داينكا بنظر حادة تجاه الأفق لا لقد تغير مصارنا الآن وهناك مملكة أخرى يجب أن تبات قبل غيرها أنتنا ثلاث رؤوس حربتي واريدكم أن تغرسلنا في قلب عدوي في الحال توافد الوفود وتراكم العهود وصل سرب الغرانيق بقيادة ملكتهم لوج وقائد جيشها مادوس لحدود مملكة الحيتان برفقة الرسل الذين أرسلتهم ملكتهم أوريكا وبعد دخولهم فواهد الجبل الكبير حيث يقع قصر الحكم استدار أكبر حوت أزرق نحوهم محدثا لوج مرحبا بكم في مملكة الحيتان العظيمة يا جلالة الملكة بعد هذه النقطة سيدخل فقط موكب من اختيارك لمرافقتك أما البقية فقد خصص لهم جبل قريب من هنا ليقيموا فيه فترة الاستضافة مادوس غرانيقنا تحتاج للطعام وليس للمبيت فقط هناك خمسمائة حوت وحوت موكلين بذلك وسيكونون مع شعب الغرانيق دائما لتلبية طلبتهم واحتياجتهم وكذلك ضبطهم مادوس بتجههم ضبطهم لن نضطر لهذا إذ التزموا ولزموا حدودهم المرسومة لهم هم قائد جيش الغرانيق بالرد لكن لوجة دخلت مقاطعة وقالت للحوت الأزرق غرانيقي سيلتزمون بكل ما هو من شأنه استقرار مملكتكم سوف يصاحبني قائد جيشي واثنين من حراسي ومستشاري السلطعون وكذلك ذلك الغرانيق الهزيل وخادمته ام لوسة بخليط من التعجب والصخت خادمته حان الحوت الأزرق رأساه الضخم قبل أن يستدير نحو مدخل الجبل وقال علم اتبعوني قاد الحوت موكب ملكة الغرانيق لجناح كبير ومتفرع وطلب منهم البقاء فيه حتى تستدعيهم ملكة الحيتان لتجتمع معهم وترحب بيهم بنفسها لوج للحوت الأزرق قبل خروجه من جناحها شكرا أيها الحوت لقد كنت مرافقا وقورا خرج الحوت الأزرق الضخم بعدما قدم التحية للملكة وتركها مع مجموعتها ناسك وهو يخرج من شعر لوج مملكة الحيتان باهرة مدوز بتجاهه متهكما لم أرى شيئا باهرا حتى الآن غرنوق بحماس سوف أذهب مع املوسة لتفقد المكان قالت لوج حسنا لكن لا تخرج من هنا غرنوق مشيرا للحرية البنفسجية بأن تتبعه إلى أين سأذهب وأترك هذا المكان الواسع والجميل خرج الاثنين من القاع الرئيسية للجناح تاركين الباقين يتحاورون أمر مدوز حارس الملكة حجم جم وطروق بالعوم وتفتيش المكان وتأمينه قالت لوج ماذا تفعل؟ مدوز قد يكون هناك كائن متربس بك يا مولاتي في هذا المكان لاختيالك يجب أن نكون حذرين قال ناسك مملكة الحيتان لم يعهد عنها الغدر والخيانة خاصة وأنهم أعطونا الأمان مدوز هذا واجبي ونأثق بأحد سوى ملكاتي ومن تثق بهم فقط قالت لوج وأنا أثق بها في الوقت الحالي على الأقل لكني لا أستطيع تخمين ما تريد من مملكة الغرانيق ناسك أعتقد أن لدي تصورا ما لوج ما هو يا ناسك قال ناسك السيرينات قال بأن موازين قوة في البحور السبع بدرجة كبيرة وبدون تحالف جميع الممالك وشعوبها ضد سربها الكبير فلن يبقى عائم آمن في الطيارات الملكة أوريكا وبالرغم من صغر سنها إلا أنها ورثت حكمة الحيتان المعروفة بالذات حكمة أجدادها الذين حكموا مملكتها لأجيال طويلة ومتعاقبة وأدركت أنه حان الوقت لوضع الخلافات جانبا وتوحيد الصفوف ونبذ الحياد وأظنها دعت جميع الممالك مثل ما دعتنا لوج هل معنى هذا أن مملكة الحور مدعوة أيضا؟ قال ناسك لا شك في ذلك لوج وملامحها تتحول للعبوس هذا يعني أن صايدن سيكون ووجودا هنا ناسك على إفتراض أنه نجى من المعركة الكبرى فنعم بالتأكيد ما دوس يشاركها تجههمها بقول ذلك الحور اللعين قاتل إخواتنا ناسك هل يمكن أن تهدئ من روعكم قليلا؟ دماء الغرانيق أهضرها الجميع ولا يوجد لكم عدو محدد لتنتقموا منه وأتمنى أن نتحلى بالحلم والسكينة خلال أي اجتماع يعقد ويكون ملك الحور حاضرا فيه قالت لوج لا تتوقع مني أن أصفح عنه قال ناسك أتوقع منك ومن أدباعك فقط أن تضعوا مخالبكم جانبا في الوقت الراهن إلى أن نرى ونسمع كل شيء وأرجوك يا لوج لا تتخذ أي قرار قبل رجوع إلي أو على أقل تقدير استشارتي ما دوس الملكة لا تتبع أوامر السلطعونات لوج باسمة لما يسر الجميع على الانتقاص من قدر السلطعونات ناسك بنظرة متجهمة لمدوس وحديثها للوج شكرا يا جلالة الملكة قالت لوج حسنا يا ناسك أنت مستشاري وسوف أشاركك بكل ما أفكر فيه قبل أن أتخذ قرار ما في تلك الأثناء وصلت مجموعة الحيتان التي قبضت على مجرود ومن معه لمملكة الحيتان وصيقه مباشرة لقاعة عرش الملكة أوريكا حيث كانت مجتمعة معطيمة لمراجعة التجهيزات اللازمة لاجتماع ملوك الممالك وعند دخوله عليها ورؤيتها له قالت مرحبا بعودتك يا معالي المستشار مجرود بتحرج أنا يا مولاتي قالت أوريكا سنناقش ما فعلته لاحقا مجرود حنيا رأسه ممتن لمسامحتك لي أنا لم أسامحك ولن أسامحك أبدا عقابك فقط مؤجر لوقت لاحق لمصلحة المملكة والبحور السبع ستعود كمستشار لي وستستعيد كل صلاحياتك لفترة مؤقتة حتى ننتهي من محنتنا هذه وبعدها سنرى العقابة الملائم لجريمتك قال مجرود متفهم لذلك يا مولاتي ويشرفني أن أعود خادما وصديقا لك مجددا قالت أوريكا خادما فقط أنزل الهامور رأسه بحزن ولم يرد أوريكا موجه حديثة لبستين سعداء لوجودك معنا يا سمو الأميرة بستين بقلق وتوجس شكرا يا جلالة الملكة أوريكا بدون أي تمهيد أو مقدمات يؤصفني إبلاغك يا سمو الأميرة أن وردك الملك يابلون وجميع إخواتك لقوا حتفهم عند جبل الجير قبل عدة أيام على يد السيرينات وبذلك أصبحت الوريث الشرعي والحاكم الفعلي لمملكة الأخابيط بحكم أنك كائن الوحيد المتبقي من النسل الملكي تعازي لك بستين والخبر ينزل عليها كالصعاقة وعينها تبدأين بنزف الدموع بكلمات راجف أبي إخوتي كيف أوريكا مستأنفة بهدوء ونحن في مملكة الحيتان نبارك ونؤيد توليكي مقاليد الحكم في مملكة الأخابيط استعدي لتمثلي شعبك في اجتماع الممالك الطارئ الذي سيعقد اليوم طايمة ونيابة عن الملك سايدن مملكة الحور تبارك وتؤيد هذا القرار أيضا لم تستطع بستين تمالك نفسها من هول الصدمة وما ألقي على ما سمعها فخرج جسدها وهوى نحو الأرض لكن غمدي التقطها بمجسات وذرعي ورفعها محاولا إيقازها أوريكا للحيتان التي دخلت معهم خذوها للجناح الذي قصص لوفد مملكة الأخابيط لتستعيد وعيها وعافيتها قبل الاجتماع قادت الحيتان غمدي الحامل لبستين المغمي عليها وخرجوا من القاعة الكبرى مجرود مراقب الخروج صديقيه بحزن ألا يمكن تأجيل هذا اللقاء بضع أيام يا مولاتي؟ قالت أوريكا وليما نؤجله؟ قال مجرود سمو الأميرة أو جلالة الملكة بستين ليست في حالة تؤهلها لحضور أي اجتماع مصيري مثل هذا قالت أوريكا نحن لا نملك رفاهية الوقت السيرينات يتحركنا بسرعة وأي تأخر من طرفنا قد يكون الفارق بين الحياة والموت طيما مشاركة في الحديث الملكة بستين يجب عليها تحمل المسئولية الملقاة على عاطقها الآن فحياة الملوك ليست كحياة الأمراء المرفهين مجرود موجه النظر نحو السلحفال عجوزة التي تحدثت معه وقال بنبرة خالية من الود لم أتعرف على من يشاركنا الحديث ويتحدث باسم مملكة الحور وهو ليس بحوري طيما باسمة عثرا يا معالي المستشار أنا طي مجرود مقاطعا ومكملا جملتها طيما كبيرة الوزراء في عهد الملك عقيق وكبيرة مستشاري اتهمتي بالخيانة عدة مرات لكن لم يثبت عليك شيء وبقيت تقدمين الملك حتى آخر أيامه ولسبب غريب نجوتي من بطش ملكة الغرانيق التي تسللت لمملكته واستولت على حكمه واغتالته بالصم هربتي إلى وادي المرجان مع الوريث الشرعي الوحيد انذاك الأميرة لوج وهي لا تزاد صغيرة وقمتي بتربيتها هناك بعيدا عن الأنظار مستفيدة من خوف الجميع من الاقتراب من تلك المنطقة بسبب حراس المقابر وقمتي بذلك بمعاونة الإختبوت مارج الذي كان حلقة الوصل بينك وبينما تبقى من مملكة الحور تعرضتي لهجوم من قرش أبيض أخرجك من الصورة لفترة وسمح للأميرة لوج بدورها بالخروج من قوقعتك واكتشاف حقيقتها وحقيقة حقها في الحكم وهي الآن مفقودة وعلى الأرجح ماتت بسببك هل نسيت شيئا؟ تبسمت طايمة ثم وجهت وشها الباسم لأوريكا وأرضفت الهلم المتناقل أحيانا يتعرض لتلوث يا معالي المستشار لا ألومك أبدا على ذلك صحيح أن أغلب ما قلته أصاب عين الحقيقة بغض النظر عن تلميحاتك المشككة في أماناتي وولائي للملك الراحل لكن على أي حال دعني أصحح لك بعض تلك المعلومات المغلوطة قال مجروض تفضلي أنا منصد أولا سمو الأميرة لوج ليست من نسل الملك عقيق ولا هي حورية من الأساس وهي مجرد لقيطة احتوتها الملكة لألؤان لأنها لم تكن تنجب وقد أصبحت ابنة الملك بالتبني فقط وهذا ما أعطاها لقب أميرة وقد رباها وعملها كأحد أفراد الأسرة الحاكمة لكن هذا لا يعطيها أي حق في العرش مثل الأمير سايدن والذي هو من نسله وصلبه ثانيا أنا نجوت من هجوم الغرانيق مثلما نجى غيري من الحور فليس الكل مات في ذلك اليوم المشؤوم وهروبي الناجح كان بسبب نفي أنا والملكة لؤلؤان وابنتها خرج قصر الحكم قبلها بفترة طويلة وليس بسبب خيانتي كما تلمح وأخيرا وليس آخرا سمو الأميرة لوج لم تمت بل هي موجودة معنا اليوم وقد وصل وفد مملكتها قبل عدة ساعات وهي تقييم معهم في الجناح المخصص لهم ينتظرون حضور اجتماع الممالك أرجو أن تكون الصورة اتضحت الآن يا معالي المستشار لم يتمكن مجرود من التعليق أو الرد مباشرة عليها بسبب كم المعلومات الجديدة التي سمعها لكنه لم يستطع كبح سؤال تقافص في عقله وقال لوج أتت مع أي مملكة؟ مملكة الغرانيق قالت الملكة أريكا مجرود مدير النظر نحو الملكة بواجه مصدوم بصفة ماذا؟ قالت طايمة ملكتهم الجديدة ملكة الغرانيق مجرود إذن فهي غرنيقة تريدين القول بأن الملك عقيق وزوجته تبني غرنيقة لتصبح ابنتهم طايمة في الحقيقة لا مجرود ماذا تكون إذن أنا مشوش قالت أريكا لن نضيع الوقت بالنقاش في أنساب أعراق ديوفنا لدينا ما هو أهم يا معالي المستشار أمرك أنا رهن إشارتك قالت أريكا صديقتك الإختبوطة بستين ما بيها هل علاقتك بيها قوية؟ يمكن قول بأنها متقلبة لماذا؟ قالت أريكا صاحبتك أصبحت الحاكم الفعلي لمملكة الأخابيت وتحالفنا معهم مهم في هذه المرحلة لمواجهة ديانكا لذا أريد منك الذهاب إليها ومحاولة استمالتها وكسب ودها كي نتحقق من استفاف مملكتها معنا في مواجهتنا الحتمية مع السيرينات لا أريد مفاجآت غير متوقعة خلال الاجتماع مجرود إذن فقد قررتي ترك الحياة أخيرا أريكا للحياة حد كما قلت لي سابقا مشورتك بترك حياة مملكة الحيتان كانت حكيمة ولن أنكر ذلك قال مجرود ومع هذا لم تجد آذانا صغية وقتها قالت طيمة قرار الملكة أريكا بحياة الحيتان كان حكمة في وقته وقرارها التخلي عنه الآن وفي هذا التوقيت حكمة أكبر لأن هناك مستجدات استلزمت توجها جديدا مجرود توجه من أي نوع قالت أريكا بالحسن مياه البحر تغلي وستكوين بنارها قريبا لكننا لن نتحرك فرادا ويجب أن نشكل تحالفا يجمع الجميع قال مجرود الممالك بين منهار وضعيف أي حلف النافع يمكن أن نقيم معها في مثل هذه الظروف الحسم كما تقولين يقع على عاطقنا فقط لأننا نملك الجيش الأقوى قالت طيمة أنت تتحدث عن جيوش فقط ونحن نتحدث عن أمر آخر مجرود وما غير الجيوش يمكن أن يوقف سربا متوحشا مثل السيرينات قالت طيمة العقول تحالف العقول قال مجرود مع احترامي يا معالي المستشارة لكن العقول تدير وتدبر لكنها لا تقاتل طيمة باسمة نقاشك معي منذ دخولك هنا هو نوع من القتال ألا تتفق؟ على أي حال لقد وضعنا منهجا لإدارة الاجتماع مع وفود الممالك ونريد منك نقله لديوفنا أي نظام؟ كل ملك يجب أن يمثل شعبه بالكامل في أي قرار يتم اتخاذه والقرارات ستتخذ برأي الأغلبية من خلال التصويت وليس بالإجماع ويجب أن تكون الوفود ملمة ومدركة لهذه النقطة بالذات قال مجرود مفهوم طيمة كل ملك يجب أن يحضر معه اثنين من مستشاري للاجتماع واحدا يكون مسؤولا عن شؤون المملكة بشكل عام والآخر لشؤون الحرب وقيادة الجيش قال مجرود ولو لم يكن يملك أحد يمثله في هذه المناصب مثل الملكة بستين قالت أوريكا وقتها سوف يكون ملزما بتفويض مستشار من مملكة أخرى للتحدث بالنيابة عنه في ذلك الأمر قال مجرود واضح هل هناك شيء آخر طيمة البدء بأسرع وقت قال مجرود سأتحرك الآن لأبدأ جولتي على الوفود طيمة لأوريكا وأنا يا جلالة الملكة سأذهب للملك سايدن لأبلغه بنفسي قالت أوريكا سوف أكون بانتظار الجميع في قاعة الاجتماع الكبرى بعد ثلاث ساعات مجرود كنت أظنه بعد ساعة قالت أوريكا سوف نؤخر موعد عقد الاجتماع كي نمنح جلالة الملكة بستين وقتا أكثر للاستعداد مجرود قرار حكيم يا مولاتي سوف أبلغ الوفود المشاركة بالتعليمات والموعد الجديد توجه الهامور نحو فواهة الخروج وعامت خلفه السلحفال معمرة وخلال عامهم جنبا لجنب قال لها أرجو أن لا تكوني قد استأتي من حديثي السابق فأنا تحدثت بعلمي فقط لا أبدا يا معالي المستشار ما يشفع لك هو أنك كنت متفهما ومتقبلا عندما تم تصحيح علمك ولم تجعل عواطفك عائقا أمام تقويم عقلك قال مجرود لكن لا أنكر أن إجابتك الوفية لم تكن مستوفية بالكامل بالنسبة لي وتركت تساؤلا لا يزال يشغل بالي طايمة وهما يتوقفان عند المخرج ويواجه كل منهما الآخر تفضل اسأل ما تشاء كيف تيقنت من أن لج ليست حرية ولا حتى غرنيقة طايمة بدون تردد لأني كنت حاضرة يوم ولادة بيضتها ويوم فقصها ومن هي أمها طايمة باسمة نحن نتحدث الآن عن ملكة من ملوك البحور السبع ومثل هذه المعلومة تعتبر سلاحا يمكن أن يستخدم ضدها أعذرني عن الإجابة يا معالي المستشار لكني سأقول لك أنك لو فكرت قليلا فستجد ضلطك بنفسك أراك في قاعة الاجتماع لاحقا حركت طايمة زعانفها وعامت خروجا من المكان مجرود مراقبنا السلحفال عجوز تبتعد سيكون اجتماعا مثيرا للاهتمام الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تمازج الطيارات في العمق الصحيق عام الهامور المعاد حديثا لمنصبه وطبعه مجموعة من الحيتان المراقة لتوفير الحراسة المعتادة له وأقال أحدهم مصرورون لعودتك يا معالي المستشار قال مجرود شكرا عودة مؤقتة لا أكثر لم ننسى ما فعلته لنا قال مجرود سيكون من المخجل أن لا أقدم شيئا طيلة كل هذه السنوات التي قضيتها هنا نحن لا نتحدث عن ذلك نقصد ما قمت به عندما كنا في مملكة الأخابيد ودفعك عن كرامة الحيتان مجرود نعم الواقع المشهورة جلالة الملكة يبدو أنها لا تتفق مع ما فعلته لكننا نتفق معك أنت ونؤيدك تعجب مجرود من حديث الحيتان معه بتلك الطريقة فليس من المعتاد عليها التعبير عن مشاعرها وأفكارها بهذه الطريقة المباشرة والواضحة وكأنها غير راضية عن توجه الملكة في معاقبته لكنه لم يعلق واكتفى بالعوم صامتا حتى وصل للجناح الأول مكان إقامة وفد مملكة الغرانيق دخل الهامور بعدما أمر حراسه بالانتظار في الخارج وكان أول من استقبله قائد جيش الغرانيق الذي قال له متجهما من أنت وكيف تدخل هنا بدون استئذان مجرود ملتفتا خلفه لم أجد أحدا في الخارج للاستئذان منه فدخلت كي أستأذن بالدخول مدوس بعبوس تدخل كي تستأذن لتدخل هل تصخر مني؟ مجرود هل رأيت ما تسببت به لي من تشويش؟ وماذا تريد أيها المشوش؟ مجرود؟ هل هذا أنت؟ وجه الهامور نظره تجاه مصدر الصوت خلف الغرانيق الواقف أمامه وشهد لجي وهي جالسة على أكبر صدفة في المكان وعلى جانبيها حارسها الضخمان وفوق رأسها استقر سلطعون أحمر صغير فقال لها باسما نعم يا صديقتي قديمة لم تتمالك لجي نفسها وحركت ذيلها وعامت تجاهه كسر جميع الأعراف وعانقته بقوة وهي تقول بسعادة كبيرة وبهجة غامرة يا يا مجرود أنت لا تدرك كيف أن رؤيتك مجددا أعادت مشاعر جميلة افتقطتها مجرود ضحكا وهو مختنق من عناقها قوي لا أذكر أنك كنت قوية بهذا الشكل لجي وهي تفك عناقه لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ آخر مرة التقينا فيها أو بالأحرى افترقنا بها نعم سمعت لكن هذا لا يهم الآن المهم أنك بخير لجي باسما بخير بعد رؤيتك مجددا يا كيس الغاز مجرود مفتعلا سعيلا بسيطا أنا في الواقع مستشار الملكة أوريكا هل نسيتي؟ لجي ضحك مستشار ألم تكن تلقبك بمزعور؟ قال مجرود لحسن حظي أنني أمرت الحراس بالبقاء في الخارج قالت لجي حسنا أيها المستشار لن أناديك بهذا اللقب ناسك من فوق رأسها ألنتو عارفينها بالمستشار مزعور؟ مجرود بحصرة حتى ماشبك شعرك بدأ يصخر مني ناسك بعصبية ماشبك؟ أنا مستشار مالكة الغرانيق وجه الهامور نطر للجي ورمقها بنظرة حقا؟ هزت لجي رأسها باسما بالتأيد قال مجرود عذرا يا معيلي يا المستشار فلم أراك من وراء خصلات الشعر التي تتشبث بها مرحبا بك في مملكة الحيتان أنا المستشار مجرود مستشار الملك أريكا والمسؤول عن شؤونكم خلال فترة إيقامتكم معنا قال ناسك بما أنك المسؤول هنا فأحب أن أعلمك بأن طعامنا قد تأخر اليوم فأرجو أن لا يتكرر ذلك مجرود بالرغم من أن هذا ليس من المسؤوليات التي عنيتها والمناطة به لكن لا بأس يا سيد ناسك سأبحث في الأمر وأعدك بأن لا يتكرر ذلك لج ضحك لم أعتاد عليك التحدث بهذه اللباقة وبهذا الشكل المتكلف قال مجرود بالحديث عن التكلف هل أنت مستعدة للاجتماع؟ قالت لج أي اجتماع لم يخبرني أحد عنه أو عن فحواه ما المطلوب مني مجرود أنا هنا لهذا الغرض أحس مجرود بواجزة خفيفة في خاصرته وعند التفاته شاهد حورية بنفسجية يقف بجانبها غرنيق هذي ليبتسم له بعدما وكزه بسببته قائلا من هذا الهامور السمين؟ هل هو عشاءنا؟ مجرود وهو مشتت من المنظر أمامه أنا قال ناسك أعرفك على مستشارنا لتحسين وتشويه سورة مملكة الغرنيق في البحور السبع في الوقت ذاته مجرود لم أعلم أن هناك منصبا بهذا الشكل هل سيكون حاضنا للاجتماع؟ قال ناسك بالطبع فلا يغررنك مظهره فهو عقلية فذة أخبره يا معالي المستشار عن تلك الخلطة التي تحسن مظهر الجلد الدمي غرنوق مبتسما بحماس لقد خطفت الحديث من أنيابي يا ناسك فما أن رأيت جلد هذا الهامور وأنا أتحرق لإخباره بيها ناسك تفضل فهو متحمس للإنصاط لحديثك لوجه مقاطعة هذا ليس وقته يا غرنوق اتركنا وحدنا الآن أرجوك قال غرنوق حاضر هيا يا إملوسة لنعد ونكمل حديثنا عامل غرنيق الهزيل مع الحرية البنفسجية وبعد أن ابتعد عن أنظار الجميع وقبل أن يخرج من المكان قالت له اسبقني أنت يا غرنوق وسألحق بك بعد قليل غرنوق لماذا؟ هل نسيت شيئا؟ لا أريد أن أسأل جلالة الملكة عن أمر ما وسأعود على الفور غرنوق لكن كوني حذرة وأنت تتحدثين معها فهي لا تطيقك إملوسة باسمة لا تقلق سوف أتحدث معها بلا باقة غرنوق وهو يهم بالخروج باسما حسنا سأكون بانتظارك لا تتأخري خرج الغرنيق الهزيل عوما من المكان للجحور المجاورة ولم يلاحظ أحد عودة الحرية البنفسجية لأنها طوارت خلف إحدى الصدفات الكبيرة المنتشرة بالمكان وبقية طمسة لحديثهم الذي شرح فيه مجلود لصديقته ومستشارها كل شيء بالتفصيل وأخبرها عن بستين وعن عودتها لمملكتها مع غمدي بعدما افترق في متاهة كاركان وما حل بمملكتها وكيف تولت مقاليد الحكم مؤخرا بعد موت عائلتها بالكامل وكذلك حكى لها عن عودة طايمة لكنه لم يخبرها بالحوار الذي دار بينهما عنها فقالت وهي مصدومة أمي هنا؟ نعم وهي ستكون ممثلة ملكة الحور كمستشارة للملك سايدن لوج وضع كفها على جبينها وقد بدى عليها الدوار أشعر بالغثيان عادت لوج لصدفتها وجلست فوقها سريحة تفكر بصمت عام مجرود واقترب منها قائلا أعرف أنني أرهقت ذهنك بالكثير لكني أريدك أن تكوني جاهزة لما أنت مقبل عليه وقت الاجتماع لوج وهي مشتتة لا أعرف ماذا أقول لك مجرود هل ستكونين بخير؟ نعم أحتاج فقط بعض الوقت لأستوعب ما سمعت لا بأس لديك ثلاث ساعات قبل بدء الاجتماع ناسك سنكون جاهزين وقتها يا معالي المستشار هزل هامور رأسه ممتنا ثم حرك ذيله خروجا من الجناح ناسك هل أستطيع قيام بشيء للتخفيف عنك؟ لوج سارحة في الأرض لا أعتقد يا ناسك الأمر مهول والمصيبة عظيمة لا تقلقي سأكون بجانبك لوج بأهل راجفة وصوت مختنق أمي لا تزال على قيد الحياة كيف؟ بوقتها حركت إملوسا ذيلها ورحقت بغرنوق توجه مجرود بعدها محر راسه للجناح الذي خصص لبستين وغمدي وبمجرد اقترابه من مدخله سمع صوت بكاءها ونحيبها في الداخل فقال زافرا بعض الفقاقية سيكون الأمر شاقا دخل مستشار ملكة الحيتان وشاهد غمدي يحتضن بستين ويواسيها خلال بكاءها وعند رؤيته لمجرود لم يتحدث معه واكتفى بالنظر إليه بخليط من الحزن والحيرة عامل هامور حتى أصبح أمامهم وقال تعازي لك يا بستين أجهشت الاختبوطة بالبكاء أكثر مما دفع غمدي لضمها لصدره أكثر والإشارة لمجرود بالابتعاد وتركهم في الوقت الراهن قال مجرود لا بأس سأعود بعد ساعة لكن من الضروري أن نتحدث وقتها فالأمر لا يحتمل التأجيل في تلك الأثناء وفي التوقيت نفسه تقريبا دخلت طايمة على الأمير سايدن ووجدته نائما بشكل مائل على صدفته وكان من الواضح أنه غير مستقر أو مرتاح بذلك الوضع فعامت نحوه وهزت جسده برفق بزعنفتها ذات الطرف المبطور وقالت مولاي سايدن منتبها بفزع بسيط نعم نعم يا وجيف طايمة باسمة وبنبرة حانية ليما غفوت هنا يا مولاي هناك مكان مخصص للنوم في الجناح سايدن بتجاههم هل تصخرين مني يا سلحفاه ألا طرين أنني عاجز عن الحركة أعتذر يا مولاي هذا خطأ تقصير مني سوف أعين لك من يقوم بخدمتك ولا يترك جانبك أبدا أين التراس والبلهاء التي معه؟ تقصد قائد جيشك؟ قائد جيشي؟ نعم يا جلالة الملك اجتماعنا مع الملك أوريكا سيكون خلال ساعات قليلة ولازم أن يحضر الملك مع مستشار له وقائد لجيشه وقد عينته في هذا المنصب بعد إذنك سايدن متجاهما لكنه غير مؤهل لقيادة الجيش أعرف يا مولاي لكننا سنتركه يقوم بهذه المهمة حتى تعين بنفسك من ترامل لائما سايدن بهبوس وما المطلوب مني في هذا الاجتماع مزاجي ليس صافيا للجدال قالت طايمة باسمة سوف أتولى معظم الحديث نيابة عنك بحضورك ومباركتك ولا أحتاج منك سوى تشريفنا بالحضور سايدن ملوحا بكفه حسنا قالت طايمة هناك فقط بعض الأمور البسيطة التي أريد مراجعتها معك قبل الاجتماع إذ تكرمت علي بشيء من وقتك الثمين سايدن زافر بضجر هاتي ما عندك يا عجوز واختصري فأنا مجغول قالت طايمة يسعدني أن أزف لك خبر وصول شعب الحور لمملكة الحيتان بسلام شعب الحور؟ أي شعب؟ المجموعة التي تخلفت عن اللحاق بكم عندما توجهتم لجبل الجير سايدن مستذكر نعم نعم مجموعة البيوت والحوريات الضعفاء قالت طايمة وبعد المسنين والحراس كذلك لقد أسكنتهم الملكة أوريكا في منطقة قريبة من هنا وعينت عليهم حراسة مشددة وأسمحت لهم بالعناية بالبيوت حتى تفقص سايدن بتهكم وهل سننتظر إلى أن تكبر الأجنة ليصبح لدي شعب؟ قالت طايمة هم أفضل من لا شيء يا مولاي وبحكمتك وقيادتك الحكيمة ستنمو المملكة مجددا وماذا حل بشأن الإسورة؟ تراس سيتولى هذه المهمة وسوف أوجهه بالانطلاق مباشرة لاستعادتها فور انتهاءنا من الاجتماعات مع الملكة أوريكا سايدن يجب أن أستعيد تلك الإسورة بأي شكل قوط حديثهما بدخول تراس وبلشون عليهم سايدن بصخط أين كنت؟ قال تراس ألم تطلب مننا الانصراف سابقا؟ ولما عدت؟ قالت بلشون سؤال وجيه تراس أتيت لي أطمئن عليك يا جلالة الملك والحديث معك قالت طايمة الملك بخير يا قائد الجيش وجيد أنك حضرت أريد أن تكون حاضرا لما سوف أقوله فهو يخصك أيضا بلشون لطايمة بتهكم هل تريدين مني أن أنظف المكان رأي ثم تنتهون من الحديث؟ سايدن مشينا لها بالاقتراب منه تعالي قبل أن تقومي بذلك وعاونيني على النهوض وتغيير مكاني زافرت بلشون وعامت نحو الملك وحمرته لصدفة أخرى جلس الملك على الصدفة ومن أمامه مستشاراته وكبيرة وزراءه وعلى يمينها قائد جيشه وعلى يصارها الحورية الحمراء نظر إليهم وقال لا تحدق بيها كذا كالسردين التائه فأنا لا أملك اليوم بطوله من لديه حديث فليتحدث قالت طايمة أنا سوف أبدأ أشار سايدن لها بكف المفتوح بواجه متملمن بالحديث طايمة حانية رأصها شكرا يا مولاي أريد أن ألفت نظرك لأمر بسيط يخص ملكة الغرانيق الجديدة سايدن متجهما ما بيها ومن هي من الأساس بعد موت إنفرتيت في أرض المعركة عين الغرانيق غرنيقة لتحل مكانها هي في الواقع ليست بغرنيقة لكنها تتظاهر بذلك تراس تتظاهر؟ سايدن بعبوس وما المهم في ذلك هذا لا يغير شيئا في رغبتي في قتلها طايمة ما أردت قوله يا مولاي أنها قد تدعي بعض الإدعاءات الباطلة فاخذ حذرك منها فهي تجيد التلاعب بالألفاظ وهذا ما أوصلها لعرش الحكم في مملكة الغرانيق بالرغم من أنها ليست من عرقهم سايدن إدعاءات؟ إدعاءات مثل ماذا؟ لا فكرة لدي توقع منها أي شيء لكن فقط لا تنست لها ولا تصدق حرفا مما تقوله بالشون كيف تتحورون مع شخص لا تنون تصدق كلمة مما يقول تجهمت السلحفان من تعليق الحورية الحمراء لكنها لم تلتفت إليها أو تعلق على كلامها سايدن لا يهمني حديثها الشيء الوحيد الذي أريد سماعه منها هو صوت صرختها بعدما ننتهي من كل هذا سيكون أول قرار لي كملكه وإعدامها طايمة ببسمة رضا وهذا هو عين الحكمة وقلبها يا مولاي تراس ما اسم هذه الغرنيقة التي ليست بغرنيقة؟ طايمة ونظرها للأمام لج بلشون هذا الاسم يبدو مألوفا لي نعم تذكرت إنها الغرنيقة التي كانت مسجونة في سجون مملكتنا عندما كنت أعمل هناك مع أخي عند استجان الأصلة صبلم تراس نعم صحيح تذكرت أنا أيضا كنت أسمع صرختها من زنزاناتي عندما كنتم تعذبونها بلشون أنا لم أعذبها كوفان هو من فعل لأنه كان يريد الانتقام منها لقتل طايصل سايدن بعصبية كوفان وطايصل من هؤلاء؟ بماذا تهرتقون؟ طيما هذا هو نوع الهرتقات الذي أشرت إليه يا مولاي والذي قد تسمعه خلال الاجتماع بلشون متجهمة أنا لا أهرتق بل أعي ما أقوله قال تراس بلشون تقول الحقيقة فأنا كنت موجودا وقتها وشهدت كل ما أحدها قال سايدن أيا كانت فسوف تدفع الثمن تراس ثمن ماذا؟ قال سايدن ثمن قتلها لقائدتك ثقر وجيف لن يموت معها يا تراس وسيدفع الغرانيق الثمن طيما هذا ما عندي في الوقت الحالي سوف أرحل الآن وأعود لاحقا لإستحابك يا مولاي قبل الاجتماع قال سايدن لا أريد أن أكون أول الداخلين لقاعة ليما يا جلالة الملك؟ قال سايدن لطيما مالك البحور السبع لا يجلس منتظرا لأحد أيا كان عندما يكتمل العدد في القاعة تعالي واستحبيني هل فهمتي؟ طيما باسمة من قال أن الملكية لا تورث بالدم؟ أمرك يا مولاي خرجت السلحفال عجوز عوما من الجناح ترك الأمير مع تراسه بالشونة التي قالت سوف أعود لجناحنا فمن الواضح أن لا حاجة بكم لوجودي سايدن صحيح وجودك مزعج لم تكن تلك المرة الأولى التي يسيء فيها الأمير لها بالقول وغالبا لن تكون الأخيرة لكنها ولسبب غريب أحسد بأنه جرحها وكان ذلك باديا على وجهها الذي تغيرت ملامحه كأنها ستبكي لاحظت تراس ذلك فقام بالقبض على معصمها وقال للملك وهو يحدق بأعينها وجودي مرتبط بوجودها ولو رحلت فسأرحل معها سايدن القرار ليس لك إرحالي يا حورية همت بلشون بالرحيل لكن تراس شد من قبضته أكثر عليها والتفت نحو الملك وقال بصرامة لا تختبرني يا جلالة الملك سوف تبقى أدرك حينها سايدن أنه سيضع نفسه في موقف محرج لو أصر على رأيه فسرخ فيهما إذن فلتخرج معا وأبقي عند المدخل تراس غامزا لبلشون التي انهمرت منها بضع دمعات سعادة لموقفه معه هيا لنخرج من هنا بعد خروجهما من الجناح وقف الاثنين عند المدخل وقبل أن تستقرر ذيولهم احتضنت بلشون الحوري بقوة وشدت من عناق فما كان منه إلا أن تبسم وذقنوا مسند على كتفها ووضعا كفه على ظهرها قائلا لن أسمح له أو لغيره بأن يهينك مرة أخرى بلشون وهي تفك عناق لنرحل من هنا تراس بتعجب نرحل إلى أين؟ إلى أي مكان في البحور السابع المهم أن يكون بعيدا عن هذه الفوضى تراس لن يكون هناك بحور سبع إذا منوقف السيرينات بلشون السيرينات لن يطردنا عند السواحل وأن أعرف سواحل جميلة يمكن أن نعيش فيها بقية عمرانا بسلام تراس مبتسما بخليط من العجب وعدم التصديق هل أنت جادة؟ ولما لا أكون جادة؟ بل الذي يقيدك هنا ولا تقل ولائك لذلك الحور الأحمق تراس ثقري يا بلشون هو ما يقيدني ولن أرتاح أو أفكر بالراحة قبل أن أأخذه بلشون تقصد ثقرك لزوجتك وثقر ابني أسيرين الذكر سيموت على يدي بلشون منزل رأسها بخيب وأنا لن أمنعك تراس رفع الذقنها بسببته بل ستكونين معي وبعدما ننتهي من كل شيء سنذهب لتلك السواحل التي قلت عنها تبسمت بلشون وعناقته مجددا قبل موعد الاجتماع القريب والمرتقب عاد مجرود للجناح الذي أقامت فيه الأميرة بستين على أمل أنها قد هدأت قريلا لكنه سمع بكاءها المستمر من خارج الجناح من قبل أن يدخل عليها فقال زافرا بإحباط محدثا نفسه وما العمل الآن؟ اتخذ مستشار ملكة الحيتان قرار الدخول ومحاولة إيجاد طريقة مال التهديئة الملكة المكلومة ولتهيئاتها للاجتماع وبعد توسطه الجناح ومشاهدتها مع غمدي وهي على نفس حالها أشار وقوم برأسه له بصمت بأن يأتي إليه فقام الإخطابوت بإسناد رأسها على سطح الصدفة وعام نحوه وقال ما الأمر؟ هل تريد إخبارنا بشيء؟ شرح مجرود لغمدي كل ما حدث وعن قرار تعيين بستين ملكة لمملكة الأخابيد وأوضح له تفاصيل الاجتماع الذي سيعقد مع الممالك الأخرى بعد قليل وعن ضرورة حضورها لتمثل مملكتها غمدي بصوت مسموع لمجرود فقط هل ترى أنها في حالة تسمح لها بحضور اجتماع بهذا الثقل وتتخذ قرارات مصيرية؟ إنها حتى لا تقوى على التنفس مجرود ونظر على الأميرة المرهقة من البكاء لا مهرب من ذلك يجب أن تفيق وتستعيد تركيزها أمامنا ساعة واحدة فقط حضور ممثل عن مملكة الأخابيد أمر حتم غمدي حتى لو تمكننا من ذلك فمن أين سنحتر ممثلا عن الجيش ومستشارا له؟ مجرود هي الملكة الآن ويمكنها تعيين من تشاء غمدي بخليط من التهكم والعصبية المكتومة وهل ترى أحدا من مملكتنا هنا أم أنك تريدنا أن نذهب لجنوب البحر المظلم ونعيين لك قائدا للجيش ومستشارا للملكة؟ مجرود بهدوء وهو يمعن النظر لغمدي لا دعي لذلك فقائد جيش الأخابيد يقف أمامي ويتحدث معي الآن قال غمدي هل شننت؟ قال مجرود وأنا سأكون المستشارة المتحدث بالنيابة عنها غمدي هذه الحيلة لن تنجح أبدا مجرود ومن قال بأنها حيلة هذه حقيقة غمدي ليست حقيقة وأنت تعرف هذا محركا ذي له وهو يهم بالخروج فقط كنا مستعدين بعد ساعة عندما يأتي الحراس لمرافقتكم لقاعة الاجتماع ترجمة نانسي قنقر